تتساقط ندف الثلج من السماء تهب للأرض اللهفة للحياة بعد عطش طويل تثري التربة اليائسة التي تركها الخليف جدباء عطشا للثمر أما الزائر الأبيض الذي لم يعتد عليه أهل بغداد جاء يغسل الأرض من مآسي الحروب والدماء بغداد بالثوب الأبيض عروس البلاد العربية كما كانت في عهد مضى لكن وعلى الرغم من الدمار وما أكلته المدينة من قسوة إلا أن أهل بغداد استقبلوا الثلوج بحفاوة وسعادة هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الثلج على العاصمة العراقية بعد سنوات طويلة لم يسقط الثلج فيها بهذه الكثافة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق متظاهرا نائما في توك توك بالعراء في ساحة التحرير وقد غطته الثلوج بالكامل وهو دون حراك حتى ظن أصحابه الذين إيقظوه من نومه أنه قد فارق الحياة بسبب انخفاض درجات الحرارة في مشهد يعكس إصرار المحتجين على البقاء حتى تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها ساحة الأحرار في كربلاء أيضا شهدت تساقطا كثيفا للثلوج في مشهد لم يألفه أهالي المدينة إلا أنهم على الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلا أنهم لم يتحركوا من مكانهم متأملين أن يغسل الثلج قلوب الساسة محافظة بابل أيضا شهدت تساقطا كثيفا للثلوج في ظاهرة لم تحدث من قبل وتمنى الأهالي أن تكون هذه الثلوج فاتحة خير وبشرى لهم بأن الخير آتن كذلك الحال كان في صحراء محافظة المثنى التي شهدت ثلوجا لم تطأ أرضها من قبل وفي المناطق المحررة مثل نينو اكتست الموصل الحدباء بحلة بيضاء لأول مرة منذ سنوات ووثق سكان الموصل هطول الثلوج في مدينتهم التي انهكتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي قبل تحريرها من قبضة التنظيم المتطرف في تموز 2017 أما في محافظة الأنبار فكان منظر الثلوج مهيبا فبعد انقطاعها منذ عام 1994 عادت للتبشر ببزوغ فجر جديد عنوانه الأمل وتساقطت الثلوج الكثيفة أيضا المتصاحبة مع انخفاض درجات الحرارة على أقليم كردستان ما أدى إلى أغلاق معظم الطرق الخارجية وتوقف شبه تام لحركة السيارات في محافظة دهوك بشمال العراق وتعطيل الدوام للمدارس في محافظة حلبجة والسليمانية ودهوك وأربيل لم تنسى الثلوج التاريخية التساقط على مخيمات النزحين لتزيد من معاناتهم آخر مرة تساقطت فيها الثلوج على العاصمة بغداد كانت عام 2008 استمرت لفترة وجيزة لكنها لم تتراكم ويعتقد أن آخر مرة تساقطت فيها الثلوج وتراكمت كانت بداية القرن العشرين وتحديدا في عام 1902 عودة الثلج مناسبة يأمل منها العراقيون أن تغسل سواد القلوب وأن تشرق شمس التغيير التي يقودها الشباب الحر على جميع أنحاء العراق